انطلق قطار المشاعر المقدسة في أولى رحلاته لموسم الحق لعام 1445 هجريا لخدمة ضيوف الرحمن في تنقلاتهم بين المشاعر المقدسة في منا وعرفات ومزدلفة عبر محطاته التسعة المنتشرة بها وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الخطوط الحديدية السعودية سار قد أعلنت عن انتهاء مرحلة التشغيل التجربية التي استمرت لمدة تجاوزت 90 يوم وتم خلالها التأكد من جاهزية القطارات البالغ عددها 17 قطار والتي شهدت خلال الأشهر الماضية إجراء عمليات الصيانة الثقيلة كما قامت بتطوير الأنظمة المستخدمة كافة في القطارات والمحطات وأنظمة الإشارات والاتصالات وأنظمة مركز التشغيل والتحكم